سمعنا اليوم عن الطلب المقدم من الحكومة من ثلاثة بوزير الصحة بتعجيل جلسة الثلاثاء القادم بسبب إصابة نائب أو نائبين بكورونا نحن سمعنا أن النائب الفاضل عبد الوهاب البابطين هو المصاب لكن ما سمعنا عن الثاني والله يشفيه أبو محمد إن شاء الله بدعة صارت كورونا تعطيل الجلسات تهرب من الجلسات بدعة حكومية جديدة أنا كنت لا أستغرب هذا الأسلوب من الحكومة ولا أعتقد أن النهج تغير بتغير رئيس الوزراء والشعرات اللي كانت تطرح قبل ثلاث لآت لا للسرية لا للتشريعية ولا للدستورية أنا أعرف أنها شعرات جوفاء وبالتالي أعلم أن رئيس الوزراء حاله حال السابقين لن يلتزمون ويصعدون للمناصة على كل الاستجواب باقي والاستجوابات باقية حكاية أن هناك من يعتقد بأنه يجوز تعطيل المجلس أو إنهاء الدور للعقاد بعد إقرار الميزانيات هذا قول خاطئ لا يجوز حتى لو قررت الميزانيات حتى لو طاف ثمان أشهر النص يتكلم عن أن يكون مدة دور العقاد لا يقل عن ثمان أشهر وإقرار الميزانيات هذا الشروط العامة لكن حسب الدستور واللائحة الفصل هو أربع سنوات ميلادية الفصل التشريعي لكل فصل سنة كاملة وبالتالي إذا كان الحد الأدنى ثمان أشهر فهي رخصة وليست استثناء مثل اللي يفطر أثناء السفر في رمضان هي رخصة لكن الاستثناء أن يصوب يكمل ثلاثين يوم لكن يجوز له يرخص له إذا كانت هناك ظروف معينة أنه يفطر إذن هي استثناء ورخصة إذن الثمان أشهر اللي حددها الناس هي رخصة واستثناء وليست أصل عام من الأصل العام أن يكمل المجلس مدته ما دام أنه هناك مواضيع مهمة مدرجة على جدول الأعمال شنه أهم من الاستجوابات؟ شنه أهم من الاستجوابات؟ هل توجد هناك يعني ممارسة أهم من ممارسة الاستجواب؟ وبالتالي لا يمكن أن ينهى فصل التشريعي دون مناقشة الاستجوابات هذا يعتبر تعدي على الدستور انتهاك للدستور صريح لا يقل عملاً عن أعمال انتهاكات الدستور وبالتالي الثمان أشهر والحد الأدنى وهي الميزانيات تقرار ميزانيات هي استثناء من الأصل العام أن لم يكن هناك ما يستلزم أنه يستمر لكن إذا كان هناك يستلزم أنه يستمر يستمر دوره انعقاد حتى لو كان آخر يوم بقيلة مثل ما صار في مجلس تنين وتسعين استمر لغاية ستة وتسعين انتخابات ستة وتسعين قبلها يمكن بيصلبوا والنبواب كانوا اجتمعون ليش عشان ينجزون ويخلصون العلاجة والأعمال بالتالي تهرب الحكومة من الاستجوابات وتقول والله ناقشنا الميزانية وثماناشر لا 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 هذه هروب هذا هروب ان تم هذا الأمر فهو هروب اصعد سمو رئيس مجلس تزرع ناقش جلسة الثلاثة مثل ما سويتوا فينا أكثر من جلسة تقارير صحية تقارير صحية وتعطي الجلسات عطلت المجلس أكثر من أربع خمسة شراح كل نص المجلس كله عطل لكن لا يمكن أن نسكت على التهرب من صعود المنصة عطلوا اطلع كورونا ما عندنا مشكلة سبوع الجاية تصعد ولن نقبل انهاء دور انعقاد بقبل صعود المنصة وبالتالي أنا أعتقد أن هذا تهرب من رئيس الحكومة إن لم يصعد ويفند الاستجوابات أمام الشعب الكويتي في جلسة علنية بعيدا عن اللآت الثلاث لذلك احنا بانتظار صعود رئيس الحكومة للمنصة في الجلسة القادمة شكرا